نعم، في حد من البنات عايز يسأل اتفضلي فريدي أنا حاولت صلاح بيني أنا وبين حد وهي ما ردتش تسمعني ولا حتى بصتلي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون عايزين نتعلم صفة الصبر والمداومة مرة واحد من كبار الأولياء والعلماء واحد سأله هو مين الشيخ بتاعك مين الأستاذ بتاعك مين اللي علمك عشان احنا شايفين ان انت رجل مظبوط قوي وجميل حلو مين اللي علمك فقال له أستاذي نملة فالتاني فكر انه هو بيهزر يعني قال له نملة ازاي يعني قال له أنا كنت قاعد وفيه صخرة قدامي وبتحاول نملة انها تطلع عليها كل ما جات في الوسط كده ولان الصخرة نعمة وملساء تيجي سقطة فتحاول مرة تانية وهو قاعد بيتدبر ويتأمل في الحكاية دي فعدها تمانين مرة تمانين مرة والنملة بتحاول تطلع على الصخرة من فوق لغاية القمة مش عارفة تطلع تسقط تطلع تسقط عد تمانين مرة الظهر قد راح قايم متوضي وصلى السنن والفريضة وكل حاجة ورجع للخلوة بتاعته علشان يشوف مر من الزمن على التمانين مرة دي حاجة بتاع ساعة يعني في الساعة طلع التمانين مرة مسكينة وتسقط وهو راح لما توضى وبتاعه ونشعر فيه وتصلى وكذا قاعد ساعة كمان ف لقاها الرابط على القمة وراحت وصلة ليها فيعني مية وستين مرة يعني بعد مية وستين محاولة مش من أول مرة ولا عاشر ولا مية فيه هدف لازم نوصله يبقى لازم نوصله الراجل إذا كان ده شأن النملة وأنا اللي ربنا عطاني العقل والحكمة والاختيار وكرمني وأسجد لي الملائكة إزاي ما بقاش يعني أحسن من النملة يعني فأنا ما دمت فيه هدف لابد أن أصل إلى هذا الهدف حتى لو تكررت المحاولات لما بروح أصالح حد وهو مش راضي بهذه المصالحة يبقى على فكرة اللي بيرفض المصالحة أولا غلطان لأن إحنا فصلنا ما بين قبول المصالحة أنا قابلت خلاص وبقاء الألم والغيظ في القلب وأنا هكتمه لاجل الله ولاجل نفسي أنا علشان أنا أخد سواب طيب موسيقى موسيقى